مرحبا بكم في قناة العلوم والتربية لا تنسوا الاشتراك في القناة و تفعيل زر الجرس بصراك لكم جزيز تجربة الكشف عن إنتاج النشا من طرف النباتات اليخضورية نسبة لنباتات اليخضورية نستعمل نباتات الغرنق نستعمل نباتات الغرنق نستعمل نباتات الأولى تم قطفها في الصباح والتانية في المساء نستعمل نباتات الغرنق نضيف الماء مغلى لمدة معينة تقريبا ثلاث دقائق نستعمل ثم نستعمل نستعمل نسبة لك القناة نضيف المخضر و مصند نقوم بونا بنا نشترق ثم نستعمل نستعمل الغرنق بتحلق السيد احيث في الماء اليودي لماذا؟ لأن اليودي يكشف عن وجود النشط نخليها في الماء اليودي لمدة ثلاث دقائق ثم نغسلها من جديد ونضعها على ورق لإزالة الماء الفائض بنفس الطريقة ونضعها في الورقة الثانية ونضعها في نفس الماء المغلب ثم نضعها في الكحول المغلب ثم نقرن التجربتين ونلاحظ ماذا سيحدث على مستوى الورقة كما تعرفون أن اليودي يكشف عن وجود النشط بحيث إلى كالنشط يعني يتم ظهور اللون الأزرق الداكن أو ما يسمى بالأزرق البنفسجي بالتالي سنرى في نهاية تجربة يعني النتيجة يعني شنو عطينا النتيجة موسيقى ترجمة نانسي قنقر لذلك نحن نفرح فرق بين الورقة A والورقة B أن الورقة A لم تتلون باللون الأزرق بينما الورقة B أصبح لونها أزرق داكن نستنتج أن الناشا يوجد على مستوى الورقة B ولا يوجد على مستوى الورقة A قطفناها في الصباح والورقة B قطفناها في الماسع فرق بين الورقة A و الورقة B أن الورقة B تعرضت الأشيعة الشمس طيلة النهار بينما أن الورقة A قطفناها قبل طلوع الشمس فعلا نستنتج أن يتم إنتاج الناشا على مستوى الورقة التي تعرضت الأشيعة الشمس طيلة النهار من بين الماضي المساعدة بالفاكتور المساعدة هو الملاحظة للمساعدة حسنا نراكم في الفيديو مقبل إن شاء الله